في ناس كتيرة بتتعامل كده مع فكرة الأكل الصحي بإنه موضة وإن ده موضوع بيدخل في إطار كده التنمية البشرية والنصايح الصحية اليومية لكن في الحقيقة إنه بقى في عادات خطيرة جداً بنعيشها كل يوم عادات غذائية بتؤثر على الصحة العامة على القلب والشرايين وحتى كمان على البشر لدرجة إننا بنشوف شباب شكلهم أكبر بكتير من سنهم ده اللي بيقولوا عليه الشيخوخة المبكرة بيركزوا على الأكل المقلي الفاست فود والوجبات السريعة اللي فيها دهون وأملاح كتير وده بيسبب جفاف للبشرة فبيباني الشخص إنه شكله أكبر بكتير من سنه حيانه موضوع كمان الوجبات السريعة والسعرات الحرارية العالية بقت مرض العصر كتير مننا بقى بيستسهل كده إنه في نص اليوم بيكون مستعجل فبيبقى عايز أي وجبة سريعة يقدر يتغدى بيها رغم إنه ده فيه خطر كبير جدا على الصحة لأنه بيكون فيه كميات كبيرة جدا من الدهون المشبعة السوديم والسكريات ده طبعا بيترجم على طول لزيادة في الوزن وبيكون فيه احتمالات أكبر كمان للإصابة بالأمراض المزمنة زي السكر أمراض القلب الشرايين ارتفاع ضغط الدم طبعا الإصابة بالشيخوخة مبكرة زي ما كنت تتكلم يا محمد صحيح جمانة عايز أقولك جمانة وأقولي أستاذ المشاهدين إنه كان فيه مؤتمر أوروبي بيناقش موضوع السمنة في المؤتمر ده تم عرض دراسة بتتكلم عن العلاقة ما بين الأكل غير الصحي والأكلات للواجبات السريعة والشيخوخة المبكرة الدراسة دي استغرقت حوالي 12 سنة وأجريت على عدد يصل إلى 900 شخص من نتائج الدراسة دي إنه فعلا فيه علاقة ما بين التناول المفرط للواجبات السريعة والغير الصحية وكمان تأثرها على عمر الخلايا بيولوجيا ده بيظهر بشكل كبير يا جمانة إن الشخص كتير جدا بيباني إنه أكبر من سنه بيحصل جفاف للبشرة لما تتناولي واجبات سريعة على فترات زمنية كبيرة دي مشكلة كبيرة فعلا الواجبات السريعة دي تحديدا فيها خطر كبير جدا وأكيدا نتكلم معكم نهاردة بشكل أكتر عن أضرارها لكن أنت بشكل عام يعني يا محمد من أنصار الواجبات السريعة مش حاك دب عليك يا جمانة يعني طبعا زي ما أنت قلت كده من شوية الواحد ساعد يستسخي يعني خب بالك إحنا لست مبارح فيه عمي جرائم فيه جرائم بس إحنا زي ما جمانة كانت بتقول بنستسهل شوية وانت طول اليوم بره بتاكلي أكل تكاوي من بره لكن المفروض المفروض أنه دايما الأكل البيتي الصحي ده مهم جدا جدا ومفروض حتى لو إحنا بنعمل عادات خاطئة وبناكل بره كتير نوازن على أقل نوازن من ده وده أنت ضد الفاست فود؟ لا طبعا أنا مش ضده أنا مع الفاست فود لا أنا ما كدبش مش ضده ولكن دايما والله بعد كله أجبة الحمد لله بحس بالزنب وتعنيب ضميره وجلد زاد كبير جدا بس يعني هو صعب طبعا نحن نبعد عنها مع أنه في ناس بالفاعل على فكرة بالزبط يعني ما بقاش يعني عمال على بطالة ومرة كل أسبوعين لذيذ جدا يعني أحسن أكيد من الكل يوم ده لأنه على فكرة لو فكرت فيها بجدلة بس حد بيكون عايز يعمل دايت عايز يخس بسرعة عشان عنده مناسبة أو أي حاجة على فكرة بيقدر ينظم أكله وبيقدر ياخد معاه أي أكل من البيت أي حاجة في نص اليوم يقدر يعني زي بقول تصبيره أو أكله في نص ناك كده في نص اليوم يقدر أنه هو يجيبها معاه من البيت إن كان بقى فكهة إن كان خضروات أي إن كان وتبقى صحية جدا ودرواية تبقى فيه كمان بدايل كتير قوي يا محمد بعدين كمان جمانة احنا بيتكلم على فعلا يعني زي ما دراسك بتقول أنه لا فيه مشاكل كتيرة جدا مش بس جفاف البشرة احنا متكلم على القلب والشرايين والنظام الصحي العام اللي بياكل وجبات سريعة ومتعود على زي ما بقولوا كده أكل برة البيت أو أكل الشارع لا بيتعب بتبقى فيه مضاعفات كبيرة جدا فاحنا على قد ما نقدر نحاول نقل العادة دي ما نقدرش نمنحها بشكل كامل لكن على قد ما نقدر نحاول نقللها ونعتمد على الأكل البيت الجميل بعد زي ما ده يا السلام والله يلسر الخضار الجميل بس خبارك أنا أصلا بحب الأكل جدا طبعا أنا واحدة من الناس اللي بالنسبة لي الأكل ده متعة يعني من متعة الدنيا أنا بحب الأكل فعلا ودي مشكلة كبيرة جدا بس على قد ما بقدر على قد ما بقدر يعني ممكن أبعد عن الفاست فود مثلا ممكن بالليل ما كلش حاجة تقيلة على قد ما أقدر يعني أتحرك شوية حتى لو مش لازم رياضة ومش لازم نجم مش لازم بس أتحرك شوية بالضبط أي حركة إنه فعلا حقيقي إنه عدم الحركة كتير بجد بتأثر على المدى ومش أقول البعيد ولا الطويل يعني هقول حتى إنه في سن صغير في ناس بجد بتلاقيهم مش قادرين يطلعوا شباب مش قادرين يطلعوا السلم مش قادرين يتحركوا حركة مثلا فيها في يوم مثلا فيه مشي شوية أو فيه طلوع سلم كتير أو 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 بتلاقيهم مش قادر يتحركوا مش عارف ياخد نفسه فالموضوع فعلا مش بس متعلق بشكل الجسم ولا الجفاف البشرة الموضوع بجد متعلق بالصحة العامة بنشوف شباب كتير جدا عن الكوليسترول عندهم عالي طبعا وبعدين بيقى فيه سمنة مفرطة بنشوف كمان حتى لما بيلعبوا أي رياضة إحنا دايما بنحب كده كل فترة نلعب أطشاط كرة بنلاقي فعلا شباب صغير بيجري شوية مش قادر يكمل جري فلا الصحة العامة كلها بتتأثر فقرة النهاردة هتبقى مهمة جدا نجومانة إحنا هنستفيد منها بشكل الشخص نحاول كده نشوف إيه المعلومات اللي هتكلم فيها هل فعلا الفاست فود والوجبات السريعة بتؤدي للشيخوخة المبكرة وتؤثر على الصحة العامة ده موضوع فقرة مهمة كمان برضو فكرة إن إزاي الشباب يتجنبوا أي عداد غذائية تسرع من الشيخوخة المبكرة لأنه مؤخرا بقى فيه عداد غذائية صعبة جدا وأنظمة دايت بقت صعبة جدا بقت مضرة للصحة بشكل أكبر من نفعها رأي حال نتسبح لحضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر